بسم الله الرحمن الرحيم نشرح اليوم الى اجتشقق الحلمة بالاعشاب الطبيعي اولا يعمل كمادات من عصير اخضان النبات اخيلية ذات الفرق ادت مرات في اليوم ثانيا يغلي ملعقة زعتر في كوب ماء ويمسح به الخدم ثم يدهن الحلمة بزيت اللوس الحلم ثالثا يعمل لبخة الحلمة من اوراق نعناع والعباب الخبز الابياط وقليل من الخل وتوضع على موضع الاتهار رابعا تؤثر ادت الزهار من الزهرة القحوان وتدهن به الحلمة الثدي العصير الزهرة القحوان ثلاثة الى اربع مرات في اليوم خالسا استخدم حب العزيز كالديهان موضع ثلاث مرات في اليوم ثالثا مرهم ازيريون الحدائق لمعالجة التشققات الثدي كاميران بابان اثنين اثنين الف عين و اثنين و اشوه و شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة